موسيقى الربيع سيدة ابو حميد العمراني من شرف الدين مركز اليوب اليوب القضاء العرفي احنا نشأنا منذ الطفولة معروف فيه بيوت للقضاء العرفي فيه بيوت لأص الدم والجروح وفي أبايل يعني في هذا الموضوع بيتميز فيه من مئات السنين قبيلة بيلي لقبيلة عربية وفيها أص الدم والجروح وفي قبيلة الحويطات فيها بيت أبو حيان لأص الدم والجروح وفي قبيلة المسعيد المسعيد بيختصوا بالمال وموضوع العار والمرأة وخلافه انتشر في المحافظات طبعا مجالس الصلح والتحكيم كان موجود من زمان مجالس الصلح والتحكيم وفي بيوت في كل قرية أو عزبة أو مدينة معروفة أو مخطوطة بيتقام فيها الصلح والتحكيم الصلح والتحكيم بيختلف عن أيوة هو العرف ما تعرف عليه الناس بس الصلح والتحكيم بيختلف عن العرفي البيوت اللي أنا ذكرتها الأول لأن القاضي العرفي أنا بروح أقول حجتي واللي أنا متخصب معاه بيروح يقول حجته ولو معرفتش أقول بختار واحد لسان يتكلم بدلي والقاضي العرفي بيحكم طبعا بقى إيه لخبرته من أباقه وجدوده هو حضرتك أنا مختصب بني وبين واحد نزاع وهي حل القاضي العرفي أنا ما بعرفش أتكلم بحكي حجتي لراجل من اللي بيعرفي يتكلمه كويس اسمه لسان يتكلم بدلي بيعرض مشكلتي وحضرتك الطرف التاني بيعرض مشكلته على القاضي العرفي والقاضي العرفي بيحكم وفي نفس الوقت بيقوله أنا البيت الأول فيه بيتين لك تاني لو أنت متظلم من حكمي أطلب تروح بيت تاني نختار لك بيت واثنين ده في الخضاء العرفي بجالس السلح والتحكيم كل واحد من الاثنين المتخاصمين بيروح يجيب حسب اتفاقه مع راعي البيت اللي هيقعد فيه بقى أو صاحب البيت بنسميه راعي البيت بيختار يقوله هالثلاثة نفار وده هالثلاثة اسموهم محكمين بروح أعرف مشكلتي على الثلاثة الصحاء اللي أنا أعرفهم والثلاثة دول بيجوا يحضروا يدفعوا عني زي محامز والتاني نفس الكلام لما بيعودوا مع بعض ممكن يختلفوا الثلاثة بقى ضد ثلاثة يبقى راعي البيت بيعتبر مرجح يرجح كفة من الثلاثة أحيان ثلاثة منهم بيقنعوا الطرف التاني يقوم يبقى بقى طلعوا أربعة ضد واحد ده الصلح والتحكيم موجود في الحق وفي الجروح بتتقص بالغرزة الغرزة كذا لو في قضية لقدر الله قتل مثلا القتل ده معروف دية الدية يعني أربعة كيلو وربع ذهب طب الأربعة كيلو وربع ذهب كاموا أو كام جمل طبعا ده بيتامن ده في الدية بس ده لما يزبط يعني سبق الإصرار وفيه 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 من الحجج والشهود والبينة على من الدعى واليمين على من أنكر زمان في العرب زمان يقولك الرزقة الرزقة دي هي إيه؟ إن الناس اللي هي متخصمين والتحقيق هيصير بينهم النهاردة يدفعوا مبلغ من المال على أساس الناس تتغدى منه تتعشى منه تشرب منه القهوة الكلام ده كان موجود زمان بس للأسف هي شيء مش كويس لأن فيه بيوت من اللي كان بيتعمل فيها الكلام ده اه اتعرضت لحاجات مش كويسة وبطلت بأمانة يعني ومنعت الجلسات العرفية اختلفت فيه إن كل واحد دلوقتي بيجيب له خمسة أو أربعة أو ثلاثة حسب اتفاق البيت وفيه ناس بمصالح أنا آسف يعني فيه ناس بتاخد فلوس فيه ناس عربية هجيبني وتوديني فيه هدية فيه فيه لا موجود الكمال للا واحده أخلي نظام الجلسة حضرتك بيبقى في الأول في القاعدة بيبقى فيه محضر تحكيم وفيه إصالات على الطرفين وبيتقال وبيتنبه على إن اللي هيخطأ في البيت لأن الخطأ بقى مش هيبقى في حد الخطأ هيبقى في البيت يعني احنا نقعد عند حضرتك في بيتك وأخطأت في أي طرف في أي حد بيبقى بادفع الحق بيتقال الغلطة الكلمة بخمس تلاف بعشر تلاف لأن الحق بيبقى لراع البيت الراجل معروف بنقول أربعة كيلو ربع على ذهب الست مش هنقول بقى نص الراجل ليه؟ لأن موضوع الحريم بالذات ده بيزيد الحق فيها وخاصة إذا كانت في بيتها أو غيطها أو تجارتها لا الحق مربع مربع إذا كان مليون يبقى أربعة والطفل نفس الكلام لا ده العملية يعني لها حدود